تكبد الفلاحون بولاية عين الدفلة خصائر كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية مما أتلف عشرات الهكتارات من البطاطا نتيجة تساقط الأمطار بكمية كبيرة رئيس الغرفة الفلاحية بولاية عين الدفلة أكد بأن بعض الفلاحين لم يستطيعوا حتى الوصول إلى أراضيهم بسبب الفيضانات ورغم المجهود الذي بذله الفلاحون لم يستطيعوا التغلب على الكارثة التي لحقت بهم فهل سيتم إعادة الاعتبار للأراضي الفلاحية المتضررة حتى يتمكن الفلاح من الزراعة في الموسم القادم